وفي سياق متصل قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائز في فلسطين إن إسرائيل تغتال فرحة وبهجة الشعب الفلسطيني في أعياده الدينية كما تغتال الآلاف من أبنائه في حربها المدمرة على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوضحت اللجنة في بيان صادر أن أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة استقبلوا عيد الأطحى هذا العام مع استمرار حرب الإبادة والتجويع والتهجير ويعيشون وسط الدمار والموت والدم والشهداء كما هو الحال في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس وأكدت اللجنة أن الاحتلال تجرد من قيم الإنسانية وانتهك قدسية الأعياد والمناسبات الدينية وأفسد الفرحة بها ودنس المقدسات غير مكترث بالأعراف والمواثيق الدولية والشرائع السماوية السمحة